السلام عليكم أنا فهيم لكنهم ينادونني بفهيم الفهمان لذكائي وحسن تخطيتي فأنا بطل الهروب من السجن أربت منه مرات عديدة دون أن يكتشفوا أمري بدأت قصتي حينما كنت عاملاً بسيطاً في شركة صناعية وكانت تخصصي محاسبة كانت حياتي عادية حينها حتى جاء ذلك اليوم الذي تغيرت فيه حياتي إلى الأباد قمت صباحاً وذهبت إلى عملي كعادتي وفور دخولي استقبلتني السكرتيرا قائلة أستاذ فهيم المدير في انتظارك هل من خطب؟ لا أدري لكنني أظن أن الأمر مهم طرقت البابة ودخلت إلى مكتب المدير ألقيت عليه التحية فردها ببرود ثم صدمني بقوله أستاذ فهيم هذا ملفك لقد انتهى عملك معنا حولت الاعتراض لكنه لم يمنحني فرصة لا يمكنني أبداً التراجع عن هذا القرار لقد تم خفض عدد العمال بالشركة وقد استغنيت عن العديد منهم وأنت منهم أيضاً عدت إلى منزلي يائساً وبدأت أبحث عن عمال مرت الأيام تلو الأيام والشهر يدبعه الشهر ولم أجد عملاً وقررت أن أجد لنفسي حلان فكل ما ادخرته من مال سينفذ قريباً وفجأة جاءتني فكرة جهنمية لجني الكثير من المال ولكن بدون عمال الحل يا أصدقاء هو التأمين الاجتماعي في البداية خرجت صباحاً من منزلي وتوجهت نحو الطريق كنت أراقب السيارات القادمة بسرعة وفجأة رأيت سيارة قادمة بسرعة أقل فأسرعت باتجاهها متظاهراً بأنني لم أنتبه لقدومها وهكذا تعرضت لحادث سيارة وكسرت يدي أسرع بي إلى المشفى أين وضعوا لي الجبيرة عليها؟ لكنني لم أحس بالألام خاصة وأن شركة التأمين قامت بتعويضي عن الأضرار بمبلغ مالي لا بأس به ومن هنا بدأت أعرض نفسي لحوادث بسيطة ثم أذهب للتأمين ليقدموا لي التعويض المادي عن كل حادث أعيش به أياماً أله وأمرح وإذا ما قارب على الانتهاء بحثت عن حادث آخر ليكون مصدر رزق بالنسبة لي وكنت في كل مرة أغير المنطقة وأغير طبيعة الحوادث التي أتعرض لها كنت أستطيع التوقف دون أن يكشف أمري لكن الطمع أعماني وبقيت على هذه الحال لمدة عامي إلى أن جاء ذاك اليوم الذي طرق فيه ساعي البريد بابي فتحت له فقدم لي عدة طرود بريدية وغادر دخلت المنزل أتفقدها حتى وقعت عيناي على إحداها وقد كتب على الطرد استدعاء نعم لقد وصلني استدعاء من شركة التأمين وبسرعة توجهت نحو الشركة وأنا أحس بأنهم اكتشفوا حيالي وعند وصولي استأذنت لمقابلة المدير فسمحت لي السكرتيرا دخلت مكتبه وألقيت عليه التحية لكنه نظر إلي بغضب وقال السيد فهيم لقد رفعنا عليك قضية نصب واحتيال ولكنني لم أفعل شيئا كلها كانت صداف فتح الباب لي وقال أقنعهم بذلك في المحكمة أخرج الآن فليس عندي وقت أضيعه معك غادرت غاضبا وأنا أفكر بأي عذر مقنع قد يساعدني في هذه القضية عقدت المحكمة بعد ثلاثة أسابيع من ذلك اللقاء وكشف أمري ولم أستطع إقناع القاضي بأي عذر لما فعلته وحكم علي بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة دخلت السجن ورأيت الحال البائس للسجناء من أول يوم وقررت ألا أقضي فيه يوما آخر لن أقضي مدة ستة أشهر كاملة في السجن وبدأت في التفكير في خطة ماكرة للهروب منذ دخولي ومن أول يوم أصبحت أراقب المساجين جيدا ثم غرف تقديم الطعام وإذا خرجنا للاستراحة أراقب ساحات وأماكن المراقبة الخاصة بالحراس كان لا يعجبني طعام السجن فأضطر لاستعمال ما أحضرت من مال لشراء المأكولات المعلبة من محل صغير داخل السجن فليس لي أهل يتذكرونني بالأكل أو بالمال وكان هناك سجين يشاركني غرفتي كان ضخما ويتحكم في بقية المساجين أراد يومها أن يسرق مالي لكنني ببساطة خبأته في وسادتي بحث كثيرا لكنه لم يجد شيئا فلكمني بقوة وعاد إلى سريره وصلت التدقيق في كل ما يحدث داخل السجن ولاحظت أن هناك رجال يرتدون الزي المدني يدخلون أحيانا لأجل الصيانة ثم يغادرون السجن لحقت بأحدهم فرأيته يخرج من عتاده هاتفا خاصا بالشرطة ضغط على أحد الأزرار فتواصل مع الحراس الذين عند الباب وهو يلوح بيده ألو لقد أنهيت عملي افتحوا الباب فتحوا له الباب فتوجه نحوهم وقدم لهم الهاتف وغادر دون أن يدققوا في ملامحه ومن هنا جاءتني خطة للهراب وبدأت في تنفيذها بعد الطعام عدنا إلى غرفنا فقلت للرجل الضخم عندي مبلغ كبير وسأعطيه لك لكن عليك أن تعطيني مقابل ذلك وما الذي تريده مقابله أمر بسيط زي مدني وهاتف لاسلكي خاص بالشرطة لن أفعل ذلك مقابل بضع قروش بل هو مبلغ يكفيك للعيش عدة أشهر تحمس الرجل الضخم ووافق على العرض وفي تلك الليلة أحضر لي ما طلبته دون أن يسألني عن سبب طلبي فقد كان كل همه المال شكرته وكنت عند وعدي فقدمت له كل المال الذي كان معي ولم أترك غير ورقة نقدية واحدة وانتظرت في اليوم الموالي ولكن لم يأتي أي زائر وفي اليوم السابع لي في السجن جاء عدة عمال وكانت فرصة الذهبية للهراب ارتديت الزي المدني وحان موعد الطعام فتوجه جميع المساجين إلى المطعام كنت خائفاً ألا أنجاح وفجأة رأيت العمال وهم يقفون أمام الباب في انتظار صديقهم الذي يحمل الهاتف اللاسلكي لكنني أسرعت إليهم ودون أن أظهر أي ارتباك أخذت الهاتف اللاسلكي وطلبت من الحارس فتح الباب ولحسن حظي لم ينتبه الحارس ولا العمال لملامك فتح الباب وقدمت الهاتف اللاسلكي للحارس وغادرنا السجن أخذت أول سيارة تاكسي وطلبت منه أن يوصلني إلى أي مكان بقدر الورقة النقدية التي كانت بحوزتي سمعت صافرة الإنذار بالسجن وتم إغلاق جميع الأبواب وانطلق السائق بسرعة دون أن ينتبه لها لا بد وأنهم انتبهوا لغيابي في المطعم حينما راجعوا أسماء المساجين وبدأت حملة البحث عني لكنني غادرت إلى المدينة المجاورة أصدقائي لقد قضيت أسبوعاً واحداً في السجن بدل ستة أشهر فأنا فهيم الفهمان وهذا كان أول هروب لي ولكنه ليس الأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر